على أسس هشة غير واضحة المعالم اختتمت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ضبابية وتناقضات في المشهد تلخصها ملحقات البيان الختامي للحوار الذي انتهى رسميا بالإعلان عن الاتفاق على تحويل دور القوات الأمريكية إلى المهمات التدريبية وإخراج القوات القتالية من البلاد بيد أن هذا البيان رافقته رسائل متوالية من واشنطن تشيب بقاء قواتها العسكرية ومهامها الأساسية في العراق حيث أكد البنتاجون عدم وجود جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق أما الخارجية الأمريكية فقد ذهبت أبعد من ذلك بتأكيدها على أن الحكومة في بغداد لم تطلب خلال الحوار الاستراتيجي مغادرة القوات الأمريكية بل جددت دعمها ومسؤوليتها عن حماية كل المدوين إلى العراق بمن فيهم الدبلوماسيون الأمريكيون والقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تصريحات تتطابق مع إعلان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الحوار الاستراتيجي غير مرتبط بالانسحاب العسكري من البلاد مشيرة إلى أن حكومة الكاظمي لا تعلم شيئا عن حجم القوات المنتشرة على أرض العراق وفي محاولة لطمأنة الميليشيات دع الكاظمي إلى تشكيل لجنة فنية لتنفيذ مخرجات الحوار إلا أنه لم يخفي قلقه أو عجه أمام يد إيران الطولة في العراق بعد مطالبته بالابتعاد عن لغة السلاح لحل الأزمات بعيدا عن المغامرات الميليشيات الولائية لم تبدو مطمئنة لمخرجات الحوار بعدما وصفته بالمماطل الجديدة من قبل الكاظمي وواشنطن وأصدرت بيانا مشتركا رفعت فيه من حدة لهجتها مهددة باستهداف القوات الأمريكية في حال بقائها في العراق ومع استمرار المخاوف من تصعيد جديد يتفق خبراء السياسيون على أن واشنطن لن ترضخ لتهديد الميليشيات في ظل مواصلاتها انتهاج سياسة العصى والجزر مع طهران كما أن بقاء قواتها في العراق يأتي لتأمين مصالحها في المنطقة وهو ما يرجح استخدامها وإيران العراق أرضا لتصفية حسابات إقليمية ودولية متشابكة ولكن بأدوات محلية ترجمة نانسي قنقر